مرحبا برجل القوس اهلا فيكم نبتدي اول شي في الطاقة العامة من هذه الورقة اللي سحبتها لكم طلع عندكم وايلد شي جامح رقم 15 تحتها احسيني ان في امور مشات بسرعة او راح تمشي بسرعة بينك وبين الشريك انقطاع بسريع يتغير عليك بسرعة لان هي كرت الجموح اوكي يتغير بسرعة تصدر منه تصرفات غريبة متعود انه يتصل في الوقت الفلاني او يرجع البيت في الوقت الفلاني يصير فيه تغيير عاصف مرة واحدة مثلي العاصفة شلونتي مرة واحدة يكون غير غير ممكن تتنبأ بتحركاتها هذه الطاقة اللي راح تأتي ولكن تأتي من قبل الشريك خلني اكون واضحة واللون الاحمر هني قاعد يجذبني راح يكون اما اهوة في خطر يحط نفسه في موضع خطر او يقوم بشي عابر سريع يوقع اوراق بسرعة يدخل فيه علاقة عابرة بسرعة يرتبط حتى بسرعة ولكن يدفع الثمن غاليا يرجع يبكي هذه الطاقة العامة انه راح يتصرف بسرعة شريككم وايضا راح يدفع الثمن سريعا خلال اقل من شهر حتى بسرعة مثل ما الامور مشت بسرعة بينهم وبين بعض هني ممكن تكون حتى علاقة بزنس وعمل ترد تخترب وتتكسر تتكسر سريعا مع ان البنيان جديد ولكن مو مبني على اسس قوية هاي اللي ابي اقولها انت فقط يا برج القوس اللي تقدر تحدد هل هي علاقة مع احد من الاهل هل هي علاقة مع شريك جديد في الاعمال مع شريكك هني تعرف عليه شخص جديد سريع ممكن تكون حتى علاقة عابرة علاقة جنسية عابرة انت اللي تقدر تحط يدك على الموضع وبالضبط تعرف شنو يعني لك هذا الكرت ومن هو بالضبط هذا الكرت لان كل واحد السيناريو ما لا راح يختلف ندخل حين فطاقة الحيوان قبل ما نتطرق الى الترو انت عندك الخفاش شريكك الخفاش طبعا عن صرح هوائي كأنما اللون قاعد يجذبني فيش تشابه في اللون هني كأنما انت اللي راح تكون يا برج القوس خاصا بذا صرت ذكي شوية انت اللي راح تكون تسلم وتلوذ بالفرار من المصيبة اللي ياية وبتغلق يدها على شريكك هني هي المصيبة جاية جاية في الطريق ولكن انت اللي تقدر انه لانه عندك جنحان تقدر تطير بسرعة شريكك عنده سمكة السمكة راح تكون مشتتة وخائفة متعبة وايضا غرقانة في الماء ما تقدر تسوي شيء الطرف الثالث من هو عندنا الحمار الوحشي الزيبرة هذا هي طاقة الطرف الثالث الطرف الثالث انسان اجتماعيا الكل ينفر منه يعني الكل يتفق ان هذا الشخص انسان مثلا احنا نحذر منه اهو نفسه علامة خطر اهو هاي اللون ولكن حقيقة اذا تشوف الزيبرة عنده كذا لون فما ادري احس انه هو انسان يمكن يعتبر بين الناس ما يحترمونه ما يوافقون عليه ما يوافقون عليه كون صديق لشريكك ما يوافقون حتى عليه المقربين منكم ان يكون زميل دراسة صديق ما يوافقون عليك ارتباط ارتباط سريع ولكن فيه اسرار من جانب شريكك في الماضي ايضا انجلي تقدرون تحددوني يا برج القوس اذا هالشي ابتدى يصير ولا قرد يصار واذا ما صار اصلا معناته رح يصير في المستقبل تطلع علاماته عندكم في المستقبل مثل هالسيناريو انه عندك هني شخص تمسك وعاند عاند تسعة الاخصان طاقة عدم الاستسلام بالرغم من تحذيرات الكل فيه اخرين اللون الاحمر يقول لي انه مو بس انت اللي لاحظت الاخرين المقربين من شاركك الاهل والاصدقاء لاحظوا وعرفوا انه رح يختار انه يدخل مثلا في علاقة او في نوع من البزنس مع هذا الشخص او يعمل مع هذا الشخص وحذروا حذروا ولكن اوه اللي ما سمع الكلام احنا مثل انه نقول للطفل ترى هذا حار لما يكون بيمسك الكهرباء او بيمسك الجمر نقول له هذا حار وهذا حار ونحذره ونبعد يده بس بعدين يغافلنا الطفل ويصر انه هو يجرب لنفسه ويصيح هذا هي طاقة شركك هالشهر انه فعلا راجع لك ويصيح راجع هنا الماي اللي قاعد ييني من السمكة هي كأنما دموع دموع خوف دموع وحدة لانه دخل في مصيبة كبيرة في التزام مع هذا الطرف الثالث ممكن كل الطرف الثالث هاي شركة ترى توقيع عقد عمل انت اللي تقدر تعرف خلنا تخل طاقتك عندك الخفاش كأنما ان طاقة اللي امك داعيت لك احنا نقول طاقة اللي سلمت او رح تسلم في اخر لحظة من المصيبة اللي على وشك ان تغلق هنا من المصيبة اللي على وشك ان تسقط على رأس شريكك عندك كرت العدالة ببرج الميزان عندك حماية الهية مطلقة انت ممكن تفكر هي بسبب شخص معين تدخل مثلا كنتوا رح ترتبطون انت والشريك على وشك الارتباط اللي خلاص ما باقي لكم اللي خطوتين خلاص تكونون متزوجين مثلا على وشك ان تدخلون في شراكة مع بعض مع هذا الطرف اوكي لحسن الحظ كان في عراقيل في دربك انت انت تفكرها عراقيل ولكن هي حماية الهية عندك كرت العدالة الله ما سمح ان انت ايضا تكون جزء من هذا المشكلة او الفخ اللي صار هنا ولو انا ما احس انها مطاقة فخ لان الزيبرة واضح في الوانه في لون اسود وفي لون ابيض بس مو مختلطين مع بعض ما فيها خلط واضح اوكي ام فهذا الحماية الالهية ايه هي اللي حطت العراقيل امامك عشان ما يصير فيه التزام وارتباط عشان ما يجرك الشريك لهذه ال ال احنا نقول الهفوة الاحساس العابر انه يبي ياخذ هاي المخاطرة مع هاي الشخص في الفترة القادمة شنوه راح يصير السمكة متجهة تجاهك انت فرح يرجع لك الشريك مو فقط ندمان ولكن بسرعة يبي وهني فقط شي مهم من الامام الاستقرار من الاموال او رح يفقد اوكي بسرعة يبي يعوض خسارته عن طريق انه يثبتك انت طلع عندك الخفاش كأنه يقولك كأنه يقولك لا تتثبت لان حتى طاقة الارض اللي طلعت عندك عبارة عن الخماسيين عبارة عن طاقة الجوغلينج رجل موجودة ورجل مموجودة احنا نقول رجل في الدنيا ورجل في القبر داخل وطالع في نفس الوقت ما تكون مثبت اذا ثبتك الشريك في زواج في ارتباط اخذ منك كلمة اخذ منك وعد حتى اذا عطيتك كلمة انه رح تظل معاه في الفترة القادمة ما رح يتعلم درسه ورح انت معاه تدفعونا الثمن مو بس اهوا بروحه شي انت مالك ذن فيه رح تدفع في الثمن هذا مو وقت تقديم المساعدة لشاركك ما حسب هالشي لانه عندك الكوب الاول الكوب الهول هو مو بس كوب الاعتذار كوب الزواج كوب اللي خلاص صرت مستعد اعطيك كل اللي تتمنى ولكن رح يأتيك بثمن هاي اللي ابي اقوله رح يأتيك بثمن انت غني عنا لانه كأنه ما في وقت انغلقت عليك للأبواب شريكك عشان تضحي الرجع يبي يفتح الباب معاك فعشان الكوب هذا قاعد يقدم لك نعم ولكن من اجل الاسباب الخاطئة في المستقبل لما يأتيك الكوب تحرص ان يكون مع شخص ما عنده مشاكل او يكون شريكك وضعه اصلا ما عنده مشاكل ما عنده التزامات مو طيح في مشكلة من اجل ذلك راجع لي ليش راجع اتقد قلك شذي يعني الحماية الالهية جدا قوية وموجودة واحسا انا هنا في كرت العدالة برج الميزان ولكن اذا انت رضيت انت تقع في الفخ هذا الشي هذا الشي خاص فيك انت ما حد يقدر يقرره بذلك شريك عنده السمكة عنده ستة الاخصان مقلوبة لما تكون شذي معناتها متوج امام الناس ناجح في عيون الناس لما تكون شذي معناتها انتكست وانتكاسة كبيرة امام الناس لانك اصريت في تسع الاخصان اصريت على غلط ملكة السيوف في شخص اكبر منك سنة في شخص تكلم مع شريكك قاعد معاه قاعدة طويلة وتحدثوا في الموضوع وفهم ان تعاقدك او دخولك في علاقة مع هذا الطرف الثالث تقربك منه حتى كصديق جدا ضار عندنا ملكة السيوف احنا دائما نقول ملكة السيوف تسحب سيفها وتقطع ملكة السيوف هني احسها حتى اهي داست على نفسها عشان تعقل عشان تثبت تفتح عين شريكك السمكة السمكة اللي تريد ان تأكل الطعم وما يهمها شنو راح يكون فيه نتائج احتمال كبير ايضا شنو الطاقة اللي قاعدة تهيني احتمال انتو كنتو في انفصال او في ابتعاد بينك وبين الشريكة هني في نزوة هاي الكلمة اللي كنت ابحث عنها نزوة اوكي في نزوة شذي عابرة سريعة التقى بانسان او انسانة مو من ثوبة شخص جدا مختلف من ديانة مختلفة دولة مختلفة يتحدث لغة مختلفة لانه عندنا زيبرة شخص لونه غير شكله غير من اسره ارستقراطية جدا مختلفة انجذب شريكك لهذا الشخص سريعا قرر انه خلاص راح يرتبط فيه او انجذب له حتى كزميل عمله بسرعة قرر انه يفتح معاه شراكه بس لانه يلتقوا مع بعض كم مره في اجتماع وشوفه فيه تفاهم اوكي انجذب الطفل هني عندك شخص مو ناضج شريكك انجذب للنار واصر انه يمسك الجمر الحار ما تقدر تسوي الشيء لانه هني فيه شخص عندنا ملكة السيوف ام اب اخ اكبر سنن شخص اكبر سنن عند شريكك قعد معاه قاعده طويله مو من عادته هذا الشخص انه يقعد معاه احد او يحذر احد او حتى يهتم باحد هذا الشخص هم نفسه ملكة السيوف ولكن مع ذلك قاعدوا مع شريكك او راح يقعدون مع شريكك نفس اللي اقوله لكم غيروا الوقت الزمني للقراءه عشان يفهمونا فيه وقفه جاده من اسرته من اصدقاءه حوله يمنعون هاي الارتباط ولكن شريككم راح يكون فيه من جانبه اصرار ولكن اصرار يخليه في النهاية يبكي ندما هاي اللي لازم ننتبه له اوكي بعدين عندنا الطرف الثالث عنده الحمار الوحشي عندنا عشرة الاغصان عنده ملك السيوف وعنده السيفين لازم اتكلم اهني بصراحة لما احس ان فيه خبث عند الطرف الثالث نفس القراءات السابقة او قراءات الابراج الثانية قلت لهم ان انا احس الطرف الثالث خبيث انا ما احس اهني ان القراءات الخبيث الطرف الثالث اهني شريكك راح يرجع وعدره راح يكون افلان قص علي افلان كذب علي افلان خدعني له هذا الشخص بس ما قاعد احس في هاي الطاقة قاعد احس اهني في شخص الطرف الثالث قاعد يقول لي القصة من لسانه أو من جانبه قاعد يقول لي انا عمري ما مثلت اني مثلا متدين عمري ما مثلت اني كذا كذا انا اتصرف على حقيقتي أنا جمر أنا نار وكنت أتصرف كأني نار أنا مو نار تصرفت كأني ثلج لا أنا نار تصرفت على إساس أني نار وأعرض نفسي أمام الناس أني نار ممكن تكون حتى أمرأة ممكن تكون حتى رجل أنا شدي طبيعتي ما تلونت هنا زيبرة قاعد يقول لي ما تلونت عشان أحد ولكن أهو هذا الشخص اللي هو شريكك أهو اللي نجذب أهو اللي أصر عنده تسعة الأخصان أصر لكن ليش هنا أحس إصراره ما في وعي لأنه ما طلع عندنا الوجه الثاني لهذا الكرت الوجه الناضج كرت القوة لبرج الأسد الثبات لا طلع عندنا تسعة الأخصان ما صر على الغلط اللي هو فيه من البداية الطرف الثالث قاعد يقول لي أن دخلوا في نوع من الاتفاق كان فيه بينهم اتفاق طاقة السيوف مع بعض مع مالك السيوف دخلوا فيه اتفاق فيه عقد عقد لفظي أم عقد وقعوا بالأوراق كان فيه اتفاق واضح بينهم بخصوص الشروط بخصوص مثلا المهر بخصوص كم يكون مبلغ الشراكة كان فيه تفاصيل جدا كثيرة متفق عليها وايد أكثر مما تتخيل وفي كل مرحلة وفي كل شرط قال الطرف الثالث شريكه كوريد قال أنا موافق عشان شدي صارت المشكلة مو لأن الطرف الثالث اللي احنا دائما نتوقعه هو المخادع وهو النصاب ما عنده طاقة النصب عنده طاقة أنا من البداية كنت واضح أني أتوقع الكثير من الأموال أو الكثير من الاهتمام الكثير من العطاء الكثير من النجاح اللي صار إنه احني شريكك وهو اللي قال إنه راح يقدر راح يقدر يوفي راح يقدر يضخ الأموال راح يقدر يكون موجود مثلا لو كان زواج راح يكون شريكك وهو اللي قال للطرف الثالث عادي نتزوج نعيش في أي دولة انت تختارها مو لازم تعيش معاي في دولتي هاي نوع من الاتفاق لنا من البداية أنا قلت له أنا وضحت له وإحنا اتفقنا على الشروط وكنت واضح معا أو كنت واضحة أنا كامرأة معا بعدين عقوب فترة السمكة هني يد تشكي وتبكي إنه ما تقدر توفي كل شروط العقد كل شروط الاتفاق عشان كذي صارت المشكلة عشان كذي صار الانكسار الصدع سي فين هني كرت العبراج الهوائية وبالخصوص برج الجوزاء يبين الصدع اللي صار وين الانكسار في أحد الشروط الأساسية اللي أخل فيهم شريكك يمكن من الأسهل نسمع أو نقول أن الطرف الثالث هذا الشخص الغريب اللي احنا ما نعرفه هو الانسان السيء بس لا مو هذه هي حقيقة الوضع كان جدا صريح ولونا دبلوماسي عندنا ملك السيوف كان نعم عنده اسلوب كريز مجذاب ولكن في نفس الوقت كان صريح في شروطه مثلا هذي علاقة عابرة عطني كذا كذا أعطيك كذا كذا هذا نوع من البزنس رح ندخل فيه نحتاج مليون شركك ما عنده مليون قال أنا عندي مليون محتاجين أنضخ مليون كل شهر ما عنده قال عندي وبعدين لما جل وقت وصار في وقت تنفيذي هنا تدى شريكك يتعذر أو يتلكك فللأسف هنا يا برج القوس ما أحس أن الطرف الثالث هو الغلطان ولا حتى أنتو الغلطانين التحذير الوحيد أن لا تحاول تهب إلى مساعدة الشريك في الفترة القادمة رح يتعود أنت رح تخسر تدفع ثمن غلطة أنت ما غلطها قرار خاطئ أنت ما أخذتها هنا كأن الطاقة تقول لي أنت مو أم أحد أنت مو أمة أنت مو أبوه حتى الأم والأبو يقدرون يساعدون لحد معين مو حد مفتوح مو حد الإنفينيتي اللا محدود لا ما يصير هذا الكلام عندك حماية عندك الكثير من الحماية والكثير من الأشياء تشوف كأن أحس حتى حتمال عروض ثانية تأتيك من أشخاص ثانين عروض عمل أفضل زواج أفضل أوكي ولكن لا تصير عالق هنا مع السمكة لأن السمكة أمام الناس أو شنو في المستقبل رح يصيدها لهو شريكك شريكك رح يمر بمرحلة أن هذه المشكلة تصير عبرة أمام الناس تنتشر أمام الناس وصير أهوة كأنما يتشمتون فيه الآخرين في شماتة قادمة في الطريق الخيار اللي لازم تختاره وبوعي أن أنت الله سلمك من الموضوع سابقا ولكن إذا رديت أنت تدخل معاه في الخطر هذا موضوع ثاني لأن الشماتة قادمة عندك جنحان تطير فيها عندك حماية تقدر تستعملها عندك عروض أفضل قادمة في طريقك مع أشخاص أفضل هل تريد أن تظل وتدفع ثمان غلطة أنت ما غلطتها عندنا هني ستة الأخصار أن في شيء أمام الناس رح ينكشف أوكي أجد برد القرص هذه الثانية